تفضل يا طاري السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله شوانك شيخ؟ والله بخير حين الحمد لله الله يجعلك شيخ عندي سؤال طبعا تفضل إذا تسمح لي عن رزية الخميس تفضل طبعا جواب تريد تجاوب كتب سنية كتب شيعية كيفك طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اتوني بكتفين وأدوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا الكلام الرسول هذا كان حق او يعني صح لو غلط حاشا الرسول طبعا المسألة من صح ولا غلط فيه إنسان يعناه الله لحد حاجة دايما احنا نيجي عايزين نطعن ففلان معين ما هو من طرح هذه شبه يطرحها للطعن في عمر بن خطاب رضي الله عنه وليس انصافا للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا أعطيك أمثلة كثيرة جدا دلوقتي واحد مؤزن واحد مؤزن تمام وهو مات وبعدين وهو بيموت أم جاي مؤزن ساعتها نقول عليه بيخرف يستحيل حتقول ما شاء الله تبارك الله بص حسن الخاتمة بص كذا وكذا وكذا إلى آخره واحد كان خطيب مفوه وهو بيموت قال بعض الكلمات اللي يقولها دائما في الخطبة هل بنوع العليين أقول عليه بيخرف ولا ساعتها نقول عليه حسن الخاتمة إلى آخره طيب نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل الذي قانا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حقا أم باطلا أو النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ لا تقاس هكذا لكن من حب النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام والمسلمين فقال هذه الكلمات يعني嘛 WAS تقيلقى الشيخ م deinen رخصتك يعني او الرسول كتب الكتاب لو ما كتبulan النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب الكتاب وفي بعض اللعابه بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعضك الكلمات وليس كتب الكتاب تمام زيان لو فرضاً لو فرضاً البي كاتب الكتاب كان راح يتحقق كلام النبي أنه ما الظل للأمة لو ما كان راح يتحقق كلام النبي لا هي مش مسألة كان يتحقق كلام النبي طيب نحسبها يعني هو إيه اللي كان حكتب مثلا عشان يتحقق هل هو شيء مش موجود في القرآن الكريم واحد واحد بس بس يا أستاذ الله يبرك في عمرك الله يبرك في عمرك الآن الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا ليس موجودا في القرآن ولا في السنة هل ده كلام يعقل دعا بسمحلي اسمحلي ثمان معلش أنا سألتك سؤال وقبني على قد السؤال الآن هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب كلاما ليس موجودا في القرآن أو في السنة لا ليس موجودا في القرآن لا يجوز توضيح لما موجود في القرآن أو توضيح للسنة ها أنت بتقول توضيح ها أنت جبت كلمة توضيح دي منين قلت لك ممكن آني طيب الإمكانية زي ما أنت بترفضها من عندي ما أنا مفروض أرفضها برضو من عندك إذا فتحتني أنا الإمكانية فالمفروض أن أنت تفتحها نفسك كمان زي ما فتحتها نفسك أنا فاتحها الإمكانية إليك أنت أنا سؤالي مو برواية ولا بأحاديث ولا بدن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا أعرفه لو أن هذا وحيا من الله عز وجل ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكتبه والذي أعرفه من خلال القرآن الكريم أنه لو كان وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه الآن وليس غدا ليه قل إيه دليلك يا وليد الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ده تهديد يعني يا أيها الرسول بلغ وإن لم تفعل فما بلغت لو سمحت أكمل الآن أكمل كلامي ممكن فضل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فلو كان هذا وحيا لكتبه النبي صلى الله عليه وسلم فضل التبليغ هنا يعني مثلا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن نزل الوحي بلغ القرآن النبي بلغ القرآن للناس لكنه هل القرآن كتب جمعة في زمن النبي احنا كنا في قصة تانية انت كنا دخلت في قصة تانية بس ما احنا وضح لك الفكرة التبليغ شيء وكتابة التبليغ شيء النبي عليه الصلاة والسلام يعني هاني بس سؤال عندي اجابني على سؤال لو فرضا فرضا دعا اقول لك لو فرضا الرسول كتب هذا الكتاب هل كان راح يتحقق كلام النبي او كان ما يتحقق كلام النبي الله سيكلامك اولا ما نستطيع ان نقول نعم او لا ليه لاننا لأننا اوكلنا الامر للبشر لو انت تقول لي مثلا الله عز وجل لو امر النبي صلى الله عليه وسلم امرا هل سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم ام لا اقول نعم سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم صح وانا مغمض اقول نعم سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو اوكلنا كلام للبشر يعني الله عز وجل كم امر البشر بفعل الحرام هل يفعل الحرام ام لا يفعل خلاص يبقى أنت أوكلت الكلام للبشر لا حول ولا أقول يا أخي خلينا أكلت كلامي وبعدين يبقى يسأل فأوكل الكلام للبشر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا سبل الهداية في القرآن ووضع لنا سبل للهداية في السنة كم من آية إفعل ولا تفعل في القرآن وكم من حديث إفعل ولا تفعل في القرآن هي هي يبقى ط々ما أوكلت للبشر ما تستطيع أن تقول أن الناس كانوا سيفعلونه أم لا لكن لو هو في النبي صلى الله عليه وسلم أكيد لو أمر للنبي سيفعله فضل تمام مو هي هنا المشكلة المشكلة نقول أنه هو الكتاب لو كان يعني لو النبي كتب الكتاب هل كانوا راح يمشون بهذا الكتاب أو ما كانوا راح يمشون به إذا طبقوا الكتاب راح ما تظل الأمة من بعد النبي أو راح تظل لأنه ما راح يطبقون الكتاب أعيد لك نفس السؤال تاني وأنا أعيد لك نفس السؤال تاني هو هو نفس السؤال وهي هي تكون نفس الإجابة لأنه أوكل الأمر للناس فالناس بيدها أن تفعل أو لا تفعل دي النوطة التالتة لو أنت درواتي النبي صلى الله عليه وسلم ييجي لك واحد ملحد وقول لك النبي عندكم كان يغمى عليه ثم يستفيق يغمى عليه ثم يستفيق خمس مرات حتى أنهم تحسسوه أمات أم لا فما هو الكتاب الذي جعله في آخر أيامه حتى الناس لا تظل وهل كتبه أم لا أنت ما حترد عليه تقوله إيه أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي كلام أنا بالنسبة لي كلام النبي حق دائما لأن الملتاك هو مسألكش حقاً باطل هو مسألكش حقاً باطل قال لك ما هو الكتاب الذي أراد النبي عندكم أن يكتبه حتى تكتمع الأم عليه ولا تحدث الضلالة حتقوله إيه أنا بالنسبة لي عندي الكتاب هو ولاية علي بنبي طالب رابر أم جاء راضي عليك الملحد قال لك أنتم كإمامية وكإسماعيلية وكفطحية وكزيدية وأنتم كمان جو الإمامية كلكم إمامكم واحد وهو علي بنبي طالب وبينكم الاختلافات لا ما بين أكو اختلافات عقائدية واختلافات فقهية كلكم الإسماعيلية مختلفين الإسماعيلية إمام معالية بنبي طالب ومختلفين عنكم والزايدية إمام معالية بنبي طالب ومختلفين عنكم وانتم الإمامية عندكم 30 ألف مرجع داخل الإمامية فكلكم مختلفين والكتاب ده بيقول غير الكتاب ده والكتاب ده غير الكتاب ده يعني إمامة أمير المؤمنين عندكم ما أنقذتكم من الضلالة لا شون ما أنقذتنا من الضلالة إزاي إنقاذ الضلالة إزاي سؤال الانقاذ من الضلالة ازاي هي الضلالة اللي يراد يبعدها عنا النبي شنو الضلالة اللي يراد يبعدها انت دراتي ولاية امير المؤمنين عندكم انقاذتكم من الضلالة ازاي انت تقول الانقاذ يكون في ولاية امير المؤمنين انقاذكم من الانقاذ يعني مثلا انفاذ مثلا وصية معينة امير المؤمنين ولا اتبعكم لامير المؤمنين هو الذي سينقذكم من الضلالة الايمان بولاية امير المؤمنين هي هذا تعتبر تنقذنا من الضلالة كلكم كإثن عشرية تقولوا بإمامة الإمام علي بن أبي طالب بالولاية ومع ذلك انقسمتم من إخباريين وأصليين وناس تقول بتحريف القرآن وناس تقول لا القرآن مش محرف وناس تقول ده شركة وناس تقول لا ده مش شركة يعني ما عصمتكم إمامة أمير المؤمنين من الضلالة ده لا أسمح لي أولا مسألة شكرا لك يا حبيبي شكرا لك يا حبيبي شكرا لك